حكيمة هبدأ معك وهبدأ بحديث الساعة امام عشور امام عشور ايه هي حقيقة مشكلته مع مرسي الكولر امام عشور امام عشور واضح انه هيفضل فترة طويلة كده هو بقرة الاحداث يعني من وقت انتقاله من الاهلي للزام او من الزام من ميتلند الدنماركي للنادي الاهلي هو محور الحديث في الكرة المصيرية بشكل خلينا اتفق على حاجة كريم انه امام عشور هو يعني صيد سهل للشائعات بمعنى انه فيه ترصد غير عادي عشان او اضع بالامر بوضوح من جمهير الزمالك وفيه ناس معينة بتحاول تترصد ليه لكن هل هناك مشكلة؟ هناك سوق فهم مش مشكلة بس انت قلت الجملة حلوة او كلمتين حيوين اوي ان هو اللي بيخلي نفسه سهل نظبوط هو او وصد انت ممكن باش عندك اي اشعاية او مشكلة لو انت ما عملتش نفسك مشكلة لا بس في الموضوع ده ممكن تقول امام عشور نسبيا يعني هو الموضوع انا هشرحها القصة بالظبط امام عشور تعرض للاصابة في مرات الاسماعيل كانت اصابة نسبيا قوية اللي حصل ان امام عشور خضع لتأهيل كلر كان ليه وجهة نظر ان اللاعب يسافر معايا المطش سنبا فاللاعب كان شايف نفسه لسه مش قوي يعني بمعنى صح اللاعب يحس بنفسه اه الدكتور اداله الازن ان انت تنزل التدريبات بشكل تدريجي تمرينه في التانية وابتدى يشارك اللاعب حاس بنفسه حاس نفسه ان انا لسه فقال له انا لسه فكلر كان ليه وجهة نظر ان اخذ اللاعب معايا يكون موجود في وسط المجموعة يشارك في التدريبات يعيش اجواء البطولة ان البطولة مضغوطة عشرين يوم فاللاعب سافر بالفعل مع الفريق اللاعب كان فهمه ان انت واخدني يبقى انت عايزني هشارك فاللاعب نفسه مش موجود فخلال راحية العودة كان متدايق رجع تمرين اللي ما بعد مباراة سيمبا في الزهاب والعودة ما كانتش بيتمرن بالشكل اللي في جدية اللي كلر كان بيشوفه بين الوقت بجهنة الال فكلر راح اخده في القيمة لانه كان وقتها كان في حوالي ستة مصابين دلوقت الوضع خلاص تحسن عندنا جغير كريم فوقت بس اللي هو مصاب فعنده خيارات اخرى بجنب القيمة ثلاثين لعب فلما الثلاثين طلعوا منه بستة والبعو حر اسمها يبادي كم عشر فاللي موجود عندك عشرين فالطب مضطر عشان بس الناس بتسأل كتير تقولك ايه طب هو لو مش جاهز ضموا ليه للقيمة لان العدد عندك محدود هم عشرين لعب اللي موجودين عندك والقيمة ثلاثين فضموا للمباراة لا كان مرضيش يلعب وخلانا ما متفقين المدربين لا جانب ما عندهمش السنس بتاعنا اللي قولك حافظ على اللعب لا هو الرجل طلع يتكلف المتمر الصحف في موضوع حالك ما بيتمراش بالقوة اللي انا عايزها فبالتالي هنعمله فحص طب تاني ده الموضوع كله بالتفصيل اللاعب كان المفروض يكون موجود في مطش سنداوز الزهب لا لانهو خض على تأهيل الخميس والجمعة وشارك في تدريب الجماعة يوم السبت والحد مع مجموعة الناشئين كولر من النوعية المدربين اللي بتشيل عشان اللي بقى متفقين يعني اللي هو اللي عمله عمام عشور بسبب وقعة ناس كتير بتكلم في الموضوع